بدأت الأجهزة الأمنية العراقية التحقيق مع ناصر من كتائب حزب الله العراق اعتقلتهم أول أمس على خلفية هجمات صاروخية ضد قواعد أمريكية في البلاد وكانت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي قالت في بيان إن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقل خلال عمليات مداهمة 14 متهما باستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد المتكرر بالصواريخ وصادرت منصات لإطلاقها معلم بغداد مراسلنا ضياء الناصري ضياء كان هناك أنباء متضاربة بخصوص مصير هؤلاء المعتقلين هل نقلوا إلى أمن الحجد أنبقوا عند السلطات العراقية ما المعلومات المتوافرة بخصوصهم وماذا عن الضغوط السياسية أيضا التي يتعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتسوية هذا الموضوع سعلا التناقض حتى الآن موجود بين روايتين يعني روايات هي تعود إلى أوساط مقربة من كلتا الجهتين ولا توجد هناك رواية رسمية حتى الآن بحسب المعلومات المتوافرة أن المعتقلين الأربعة عشر تم نقلهم من جهاز مكافحة الإرهاب إلى أمن الحشد عمليا بمنطقة دولة هم الآن تحت قبضة الدولة العراقية ولكن يختلف مكان احتجازهم طبعا معنويا لكل جهة لها رأي وربما يعكس منطلق محدد يعني عندما نقول هؤلاء المعتقلين لدى مكافحة الإرهاب له دلالاته الخاصة وعندما نتحدث عن نقل هؤلاء المعتقلين إلى أمن الحشد له دلالات مختلفة أخرى التحقيق لا زال جاري بهذا الموضوع على رغم أن البعض يقول أن أمن الحشد أطلق سراحهم ولكن نستطيع التأكيد أن المعتقلين لا زالوا موقوفين لدى أمن الحشد الشعبي أيضا القوى السياسية اليوم بعد الظهر انتشر خبر بشكل واسع وتبنته بعض وسائل الإعلام المحلية العراقية عن تصريح نسبة إلى سفيرة الأمريكية في الكويد تحدثت فيها عن مشاركة قوات أمريكية ضمن هذه العملية عملية توقيف هؤلاء المعتقلين ولكن سرعان ما تم نفي هذا التصريح وتبين لاحقا أن التصريح وضع ضمن رابط لوكالة وهمية سمت نفسها كونا أو كانت تحمل عنوان وكالة الأنباء الكويتية ولكن تبين لاحقا أن هذا الخبر كان غير صحيح وصدر نفي من السفارة الأمريكية في بغداد بهذا الخصوص ما نستطيع تأكيده حتى الساعة أن العملية أنجزت ضمن قوات عراقية تابعة إلى لواء مكافحة الإرهاب أو فرقة مكافحة الإرهاب والمحتقلين الآن موجودين في داخل المنطقة الخضراء حيث نتواجد نحن الآن شكرا جزيلا ضياء ناصري في بغداد